منذ نهاية قمة الدوحة وحما تشكك في نوايا إسرائيل وتكرر مطالبها وقف القتال بشكل تام والانسحاب الكامل من غزة مؤكدة حرص الحركة على الوصول إلى وقف كامل للعدوان الإسرائيلي تؤكد الحركة وتقول في بيان لها إن ما تم عرضه أخيرا عليها يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من تموز الماضي معتبرة أن العرض استجابة ورضوخ أمريكي لشروط نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة الحركة أشارت في بيانها إلى أن الوسطاء في قطر ومصر يعلمون أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية في كل جولات المفاوضات السابقة وأن نتنياهو كان دائما من يعرقل الوصول إلى اتفاق ويضع شروطا وطلبات جديدة بيانات حركة حماس هذا جاء ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي دعا فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجية هبلينكا لحركة حماس إلى القبول بالمقترح الأخير القيادي في حركة حماس مشاهدين أسامة حمدان قال أن الوفد الإسرائيلي الذي جاء إلى الدوحة قدم شروطا وتغييرات جوهرية تنقض الاتفاق السابق وأن حديث نيتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق الذي وافقت عليه الحركة سابقا وفي ظل هذه التصريحات يبضي الأمريكيون على ما يبدو وفقا لخطة رسموها مسبقا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر قادما من إسرائيل قبيل مفاوضات حاسمة مرتقبة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع للبحث من جديد حول وقف إطلاق النار في وقت يواجه فيه نيتنياهو سيلا من الانتقادات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ستة من أسرى من خان يونس في قطاع غزة والآن مشاهدين عودة إلى الزميلة ديمة لاستكمال نقاش هذا الملف